مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله ملخص الأحوال الجوية المتوقعة في البداية أحوال جوية خماسينية وبالتالي تقص حار في مختلف مناطق المملكة وأيضا أجواء مغبرة بشكل متفاوث في معظم مناطق المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون يوم غد هذه الليلة ويوم غد الاثنين تحت تأثير كتلة هوائية حارة وبالتالي تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح أعلى من معدل بحوالي ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية لكن إن شاء الله اعتبارا يوم الثلاثة هذا اللون الأصفر والأخضر يمثل درجات حرارة أقل وبالتالي ستتأثر المملكة اعتبارا يوم الثلاثة وكذلك يوم الأربعاء بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى بإذن الله وبالتالي ستنقفض درجات الحرارة يومي الثلاثة والأربعاء بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة وهناك أيضا الرياح المتوقعة نلاحظ أن هناك هذا اللون الأحمر يمثل الرياح ذات السرعات الأعلى واللون الأخضر المصفر سرعة أقل واللون الأزرق سرعة أقل أيضا وبالتالي اعتبارا من يوم الاثنين هناك نشاط في سرعة الرياح وزيادة وبالتالي بعض الهبات القوية التي تكون مثيرة الغبار والأتربي في مختلف مناطق المملكة هذا اللون الأحمر يمثل الرياح نشطة السرعة والقوية أحيانا اللي راح تكون يوم الاثنين لكن يوم الثلاثة تخف قليلا لكنها أيضا تنشط يوم الثلاثة مساء مرة أخرى وبالتالي تكون مثيرة الغبار والأتربي في جنوب وشرق المملكة لكن يوم الأربعاء وبإذن الله ستخف سرعة الرياح وتتناقص كميات الغبار والأتربي في الأجواء وبالتالي تصبح الأجواء الرؤية بشكل تصبح جيدة بشكل واضح أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء تقريبا لطيفة من حيث درجات الحرارة لكنها مبرة درجة الحرارة الصغرى أعلى من معدلاتها بحوالي عشر درجات مئوية الصغرى المتوقعة بحدود واحد وعشرين درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء حارة جافة مغبرة رياح نشطة وإلى قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربي خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية نرجو من الجميع أقد الحيطة والحضر العظمى المتوقعة 32 والصغرى 17 درجة مئوية يوم الثلاثة انقفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة يعني يوم الاثنين كانت العظمى 32 لكن الثلاثة ستنخفض وتسجل العظمى بإذن الله 20 درجة مئوية أجواء مشمسة لطيفة في النهار وأيضا درجات الحرارة تعود إلى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى المتوقعة 20 الأجواء أثناء الليل ضبابية وغائمة جزئيا وأيضا باردة نسبيا والصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية يوم الأربعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة في الصباح الباكر هناك ضباب وتدني لمدى الرؤية الأفقية أيضا الأجواء ما بين تقريبا باردة نسبيا إلى غائمة جزئيا ولطيفة والعظمى المتوقعة يوم الأربعة 18 والأجواء أثناء الليل باردة نسبيا إلى باردة والصغرى المتوقعة 8 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة في المناطق الشمالية يوم غدين الاثنين أجواء حارة إربط 35-18 عجلون 34-17 جرش 35-19 المفرق 35-17 وأيضا المناطق الوسطى أجواء حارة وجافة مغبرة البلقاء 33-18 مأدبة 34-16 عمان 32-17 البحر الميت 38-24 والزرقاء 35 إلى 19 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء حارة جافة مغبرة الكرك 34-18 الطفيلة 34-17 الشراهي العظمى 32 والصغرى 15 العقبة العظمى 35 والصغرى 22 إمعان العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء حارة جافة مغبرة ويتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير الأزرق 38-20 الصفاوي 35-19 والرويشد 36 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة ونرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر وشكرا لاستماعكم ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة